سحب ترامب الولايات المتحدة من الصفقة مع إيران عام 2018 وأعاد العقوبات الأمريكية عليها وراكمها ضمن إطار حملة الضغط القصوى التي ساهمت بانهيار الاقتصاد الإيراني أنا متفائلة جدا بأن بايدن سيتمكن من الانضمام مجددا إلى الاتفاق النووي الدولي مع إيران بايدن كان أوضح أن على الإيرانيين الامتثال أولا كشرط للعودة يؤمن بايدن بأن تخفيف العقوبات على إيران وتوفير مساعدات إنسانية لشعبها قد يساهم في وقف خرقها للاتفاق الدولي معها هذا الاتفاق الذي ما زالت الدول الأوروبية الموقعة عليه مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا راغب في إنقاذه إحدى أكبر المشكلات التي ستواجه بايدن هو إصرار طهران ووفقا لوزير خارجيتها على الحصول على تعويضات مالية جراء العقوبات التي فرضت عليها هذا ولا تستبعد مصادر في البيت الأبيض أن يقوم ترامب وخلال مدة الشهرين المتبقية له باتخاذ خطوات تجعل التقارب مع إيران مستحيلا الإيرانيون هم من يعرقلون الأمر هم مقتنعون أنهم سيحصلون على ثمن ما مقابل عودتهم إلى الاتفاق أعتقد أن الإيرانيين يائسون لرفع العقوبات عنهم ومن القضايا التي قد تعترض جهود بايدن تقلص نفوذ التيار الإصلاحي في إيران واحتمالات فوز المتشددين في الانتخابات الإيرانية ومطالبة طهران بتعويضات عن عقوبات ترامب ومعارضة حلفاء الولايات المتحدة العودة إلى أي صفقة مع طهران لا تساهم في القضاء على صواريخها وأنشطاتها الإرهابية في المنطقة مما لا شك فيه أنه لو توفرت أربع سنوات جديدة لإدارة الرئيس ترامب فأنها كانت ستواصل مساعيها للقضاء على الاتفاق النووي الدولي مع إيران إلا أن انتخابة جو بايدن رئيسا لا يعني بالضرورة أنه سيتمكن من إنقاذه جو تابت سكاي نيوز عربية واشنطن